Si fu, Saifu the Gold now, All of Barry's Best 2889 so Silk the Best for the Irish Line بو ناسي ما Saifu من دوي احتاجات الخاصة بطلة عالمية خمس مرات وبطلة بطلة الامبية مرتين بشخيط هاد الديسيبلين بعد الحادث اللي تعرض ليه لانو انت تعرض لحادث مرور بعد الحادث الوالتاي دخاني سبوغي الوازير ومباد اكتشفو في مدربين بانو عندي هيئة اني نكون قادرة نكون بطلة في المستقبل يعني بدوي يسيوا معي الديسيبلين حتى تلقاو انو نصلح كرياضية للرمي بعد كي تخلت في جو الرياضة وشفت ابطالي انو احنا في الجزائر عدنا ابطال عالمي القبلي كي شفتهم ومنها تحمست كتير باش نكون بطلة عالمية معاهم والحمدلله كانت لفولانتي وقدرت في سنوات قليلة اني نتغلب عليهم والله اهم الانجازات هي اكيد حتكون بطولة العالم والالعاب بارالامبية انهم هما كما نقوله الطوب في العالم بطولة العالم كانت عندي خمس القاب بطولة العالم وهي بطولة العالم 2011 يوزيلاندا ميدالية ذهبية وعندي 2013 فرنسا ميدالية ذهبية بطولة العالم 2015 قطر ميدالية ذهبية في رمي القرص و2017 ميداليتين ذهبيتين في رمي الجولا ورمي القرص و2019 مؤخرا بدبي بطولة العالم ميدالية ذهبية وميدالية في الديا بو تشوفي مصواري طويل بصحلة انو انا بديت صغيرة على جدو كانزون ديجا كانت اول منافسة ليا شاركت بطولة افريقية ولعبت مع ليسينيو وغلبت ليسينيو فهذه كانت اول مشاركة ليا لي ما ننساهاش كانت بتونس وكل القابة الاجازات حققتها مع المدرب سعدون حوسين وهو يعني الحافز الاكبر ليا باش وصلت لهذا المستوى رياضة دايما احتاجات الخاصة قدمت بزاف للجزائر وخصوصا رياضة نسوية بول مرأة الجزائرية دايما المكافحة سواء في الرياضة ولا خارج الرياضة واحنا يعني في الرياضة يعني ما هيش حاجة سهلة باش توصلين المستوى والاصعب انك تحافظي على المستوى خاصة دو كالب بما اني ام وراني المارس رياضة ما هيش حاجة سهلة باش تكون توفقي بين البيت والرياضة حتكون حاجة صعيبة حاليا عندي يعني مبازية ان شاء الله على توكيو بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ودائما يبقى اسمنا صيفي ناسي من شاء الله في المستوى اشتركوا في القناة